نظم تحالف القوى المدنية من أجل المناخ مع عدد من المشطاء لمختلف الجنسيات المشاركة بقمة المناخ المنعقدة في مدينة شرم الشيخ مسيرة حاشدة وقد طالب المشاركون بتحقيق العدالة المناخية مع تعويض الدول الأكثر تضررا من الآثار نحن جاينا النهاردة باسم تحالف القوى المدنية من أجل المناخ بنمثل المجتمع المدني المصري وبندعم جهود الحكومة المصرية والدولة المصرية في إنجاح مؤتمر المناخ نحيي الدولة المصرية على صدافتة هذا الحدث الجلل على أرض مصر بنحب نوجه شكر فيها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهد الدولي والعالمي وعلى الحدث الجميل اللي احنا بنوضح فيه النهاردة مع كل الشباب اللي اتوا شايفينهم ورايا اهتمام ووعي شباب مصر باهتمامه بقضية المناخ بنطالب بالعدالة في المناخ وطبعا زي ما انتم عارفين فيه كوب توني سيفن عمول للسنادي في مصر وده حدث مهم جدا عشان بنتناقش في قضياء المناخ موجودين هنا النهاردة عشان ننادي بالعدالة المناخية لقارة الأفريقية قارة الأفريقية زي ما احنا عارفين هي أقل قارات تأثيرا بالتغيرات المناخية ولكنها أكثر تأثرا بالتغيرات المناخية وعشان كده بنطالب بالعدالة المناخية من الدول المتقدمة تعويضات مالية أو غير مالية من الدول المتقدمة للقارر الأفريقية انا بالنادي بالتنفيذ معا للتنفيذ من أجل العدالة المناخية ورسالتنا ان احنا بالنادي بالعدالة المناخية معا للتنفيذ واحنا النهاردة متجمعين على المسيرة بهدف توصول صوتنا كمجتمع مدني مصري طبعا لدعم قضية التغيرات المناخية وان كلنا متجمعين على قضية العدالة المناخية وأنا جاي هنا عشان أضمن مستقبلي في الكاوكب من التغيرات المناخية اللي هي هتأثر علينا عشان إحنا اللي هنبعيشين في المستقبل والتغيرات المناخية هتأثر فينا وفي حياتنا الصحية